السيد علي فلاح من ولاية تيسمسيلت خاض تجربة زراعة الذرة منذ حوالي عشر سنوات تجربة أثبتت نجاحها سنة تلو الأخرى الفكرة بدأت من 2012 مدينة في زراعة الذرة هذه وكان النجاح فيها الحمد لله هي الوحيد الذي ننشط في المنطقة هذه بحكم المياه الموجودة هنا نستغل في محطة تسبية المياه هنا في 2012 كنا ندير معلوكنا مدينة الأعلى في النسيلاش وكان جلبنا 300 قنطار في القطار ومن بعد زلنا طورنا في الانتاج تعنا لحقنا 400 قنطار في القطار وكانت خنافة في القراءة من القراءة يجبنا من 60 حتى 70 قنطار في القطار رغم الصعاب والعقبات إلا أن هذا الفلاح وبفضل دعم ومرافقة السلطة له تغلب عليها وهو اليوم يسعى لتحقيق المزيد نعم يتبعوا فينا وكان دعم عند الدولة في إطار فلاحة بتشري مطرية لعند 30% دعم أنا المحتاجين بيزيدوا يدعمونا أكثر ويجبوننا تسايلة بيجيبوا مطرية كبيرة الفلاح لازم يزيدوا يدعمونا خاش الدعم الفلاح والدعم المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني نحن إن شاء الله على الارب يدير اتفاق مع الوناب تارحوية لأن الوناب هي التي تكون الواسيط ويجبنا عليها المنتوش داو منح السلطات لعدد كبير من التسهيلات في المجال الفلاحي من شأنه أن يجذب الشباب لهذا القطاع الهام الذي تعول عليه الحكومة لتنويع مداخل الخزينة العمومية